السؤال اللي جاي يقول أنا بفكر في الانتحار كتير بسبب الحياة دي ومش عارفة أعمل إيه السؤال ده في الحقيقة سؤال مهم وأي حد يقوله حد السؤال ده أو يقوله العبارة دي ما يجيبش أنه يفوتها بسهولة إحنا لازم نقف نقف وقفه طويلة مع أي حد بيقولك أنا بفكر في الانتحار أوعى تقول ده بيتدلع أوعى تقول إن الشخص ده يعني ما فيش حاجة تتسبب له إن هو يفكر في ده يا سادة الانتحار ما يعرفش سن ما يعرفش فكر ما يعرفش حد ناجح أو فاشل وده معناه إيه؟ معناه ببساطة إن إحنا محتاجين نهتم بده فيابنتي أو يابني أنا عايز أقولك حاجة إذا كنت عايز تنتحر بسبب الحياة دي مش هقولك إن أنت الحياة تانية مش هتبقى سهل من الحياة دي لكن أسألك هو أنت تعرف الحياة؟ ما تيجي نتكلم عن الحياة شوية أصلاً شفت حياة تانية شفت حياة تانية أسمعها حياة إيه؟ حياة الصفاء يقولي الصفاء منين مع كل حاجة عندي سودة أقوله طب مين اللي سودها؟ الأحداث اللي سودتها ولا نظرت نحن للحياة اللي سودتها؟ أنا شفت إن الناس بيئزوني وبيهتموش بي وهم رفضيني أقوله طب مجايز مشغولين ومعنى إن هم مشغولين مش معنى كده إن هم رفضين مين قال إن هم لما انشغلوا عنك أنت وقعت في السكة ومحدش كان دريان بيك؟ مين قال إن العلاقات المسمومة كان أصدها أصحابها إن هم يأخذوا منك إنسانيتك ويرموك؟ هم ناس عندهم مشكلات واضطرابات نفسية في عمل والعلاقات المسمومة دي؟ أنا أسألك سؤال هل الانتحار ده اللي أنت بتفكر فيه؟ مش أسألك هل الانتحار حل ولا لأ؟ هل الانتحار ده فكرة أنت فكرت فيها عشان توصل للنتيجة تريحك؟ الحقيقة أنت فكرت في فكرة دي عشان أنت مش قادر تفكر طب ونصحت لك إيه؟ تعالى نتكلم تعالى نتكلم إحنا عندنا واحدة اسمها واحدة حوار في در الإفتاءة المصرية تعالى نتكلم يعني نتكلم مع حد اوعى تسيب نفسك الأفكار دي اطلب دعم نفسي بس اوعى تستسلم من هذه الأفكار ثلاث حاجات أقولهم لك أول حاجة لازم تفرق ما بين الحياة الوسعة والدنيا الصغيرة للناس بيتكلبوا عليها وبيتقتلوا عليها تاني حاجة لازم تطلب دعم نفسي بشكل أو بآخر أمر التالت لازم تتكلم وتفطفض وتخرج اللي جواك لأن عدم الفطفضة دي هتخلي المسألة تتراكم وتخليك في خطر يا رب اقولوا معايا يا رب كلنا ندعي لصاحب السؤال ده أن ربنا يحفظه وأنه هو يوصل لي الطريق السليم اللي يساعده على تجاوز الفكرة الصعبة دي يا رب جعلنا مدد لكل أحبابك ولكل عبادك المساكين المحتاجين أن حد يدعمهم يجعلنا رحمة ويجعلنا خيرا ويجعلنا جمالا لعبادك ويجعلنا عونا لهم على أنهم يتحصنوا بعبادك اللي حواليهم ويشوفوا جمال فعلك في العباد ويخرجوا من تفكيرهم الأسود إلى تفكير يستطيع أنه يشوف نورك في كل شيء يا رب نسألك أن تكون عونا لكل إنسان أظلم قلبه لكي يرى الحياة من جديد أو من كان ميتا فأحييناه ويجعلنا له نورا يمشي به في الناس يا رب اجعلنا سبب من أسباب النور ويجعلنا يا رب باب من أبواب السعة والرحمة والبركة يا كريم يا ودود يا رب العالمين